اشتركوا في القناة ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نعم وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0% استمرار في نمو القطاع الاقتصادي لمملكة البحرين وفق خطط طموحة واستراتيجيات تبنتها حكومة مملكة البحرين بدت تجنى ثمارها ولعل من أبرز المؤشرات هو استعراض التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023 الذي تم خلال جلسة مجلس الوزارة مؤخراً والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2% مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% وصلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين والتي ينضوي تحتها قطاع المواصلات والاتصالات الذي حقق نسبة النمو الأعلى في هذه الإحصائية مدعوماً بارتفاع حركة سفن الحاويات وارتفاع أعداد الزوار عبر مطار البحرين الدولي بالإضافة إلى ازدياد أعداد مشترك الهواتف المحمولة أيضاً سجل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً حيث ازدادت أعداد زوار الفنادق من فئة 4 و 5 نجوم مما أسهم في رفع معدل إشغال الفنادق في حين بلغ متوسط النمو الفصلي لقطاع الفنادق والمطاعم 12 و 3 من 10% وذلك منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي في أواخر العام 2021 وسهم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في النمو الاقتصادي وفقاً للإحصائيات مدعوماً بارتفاع حجم التداول العقاري بالإضافة إلى مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي وشهد القطاع نمواً حيث سجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني وسجل قطاع التجارة نمواً عاكساً الزيادة التي شهدتها المجامعات التجارية في عدد مرتاديها إضافة إلى نمو قيمة معاملات نقاط البيء والتجارة الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر